هذا ما سيحدث لأي لص يحاول سرقة هاتفك إذن كما تساعد معي أي شخص أو لص يحاول سرقة أو سحب هاتفك من جيبك سوف يفضحه الهاتف وتمسكه بالجرم المشهود إذن كيف يمكنك أن تجعل هاتفك غير قابل للصرقة أو يفضح الصرق إن صح القول عندما يحاول سحبه من جيبك هذا ما نراه إن شاء الله في هذه الحلقة بالإضافة إلى مزموعة من المزاة مهمة جدا فتابع معي الشرح إلى آخره ومشاهدة طيبة ومفيدة أتمنها للجميع مرحبا بكم مجددا إذن كما تشاهد معي هذا هو التطبيق Anti-Theft Alarm التطبيق مجاني ومتواجد على المتجر وتجد رابطه كالعادة أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب وفي موضوع الحلقة على موقع مشروح إذن مباشرة بعد فتح التطبيق تجد عندك أربع خيارات كما تشاهد معي عندنا الخيار الأول Charger Detection Mode هذا الخيار يسمح لك أو يجعل الجهاز يصدر ذلك الصوت المزعج الذي شاهدناه قبل قليل عندما يقوم أي شخص بنزعه من الكهرباء عندما يكون مصابت مثلا بالشاحن على هذا الشكل ويتم شحن الهاتف فإذا جاء لص أو أي شخص أراد أن يحمي الهاتفك سوف يقوم أولا بنزعه من الشاحن إذا نزعه من الشاحن سوف يبدأ في إصدار ذلك الصوت الذي سمعناه قبل قليل فهذا الخيار تستخدمه إذا كنت تضع جهازك للشحن وتخاف من أن يتم مسارقته أثناء شحنه إذا كنت في مكان عام مثلا مكتبة أو شيء من هذا القبيل فيمكنك استخدام هذا الخيار الأول الخيار الثاني Motion Detection Mode هذا الخيار يجعل الجهاز يصدر ذلك الصوت عندما يكون موضوع في مكان ويتم تحريكه يعني رفعه من الطاولة مثلا أو شيء من هذا القبيل فسوف يصدر نفس الصوت لاحظ معي إذا فعلنا هذا الخيار يطلب مننا إدخال Pin أو Pattern يعني النمط الذي ندخله عادة أو Pin تختار طريقة أو الوسيلة التي من خلالها يمكنك إسكات صوت المنبه إذا نختار Pin على سبيل المثال أختار رقم معين من 1 إلى 4 بطبعة الحال أنصحك باختيار كود أكثر تعقيدا من هذا حتى يصعب على أي شخص إسكاته أنت تقول الوحيد القادر على إسكاته تعيد إدخال نفس الكود بطبعة الحال ثم نضغط على OK بعد ذلك الآن لاحظ معي سوف أقوم بتفعيل هذا الخيار الثاني Motion Detection Mode يبدأ العاد التنازلي كما تشاهد 3, 2, 1 إذا بعد الانتهاء العاد التنازلي أي شخص يأتي ويحمل هاتفك كما تشاهد معي هذا ما يحدث ولن يسكت إلا إذا قمنا بإدخال الكود كما تشاهد معي بعد أن أدخلت الكود فقط فهو سكت وتوقف التنبيه الخيار الثالث Proximity Detection Mode هذا الخيار هو الذي يجب أن تستخدمه عندما تضع هاتفك في جيبك بطبعة الحال كلما خرجت إلى الشارع أو إلى العمل أو شئن هذا القبيل فإنك تضع الهاتف في جيبك قبل أن تضعه في جيبك قم بتفعيل هذا الخيار لاحظ معي نفس الشيء يبدأ العاد التنازلي عندها الآن فقط قم بوضعه في جيبك وعندما يقوم أي شخص بسحبه من جيبك فهذا ما سيحدث له إذن كما تشاهد معي أي لس سوف يسعد هاتفك من جيبك سوف يطبحه التطبيق وتمسك به إن شاء الله وبهذا لن يقدر أي لس على صرقة هاتفك ثم الخيار الأخير عندنا هو SIM Detection Mode الخيار الرابع هنا هذا الخيار يسمح لك أيضا بإرسال رسالة في حال ما إذا حاول أي شخص أن يقوم بإخراج أو تغيير شريحة الاتصال هذا الخيار في حال ما إذا تمت صرقة جهازك بطبعة الحال ولم تقوم بتفعيل مثلا الخيارات السابقة فإذا كنت تريد من الجهاز أن يرسل لك رسالة يخبرك فيها بالمعلومة التي تحتاجها وبأنه تم تغيير الشريحة في هاتفك فقط تقوم بإدخال المعلومات هنا اسمك كما تشاهد معي Enteriour Name في الخيار الثاني تدخل رقم هاتف آخر بطبيعة الحال وليس هذا الهاتف لأنه في هذه الحالة لن يكون في يديك ثم في الخيار الثالث تدخل أي إيميل أو بريد إيرتروني تتوصل أيضا بالرسالة عليه بعد ذلك فقط تضغط على تاست لتتأكد من أن الخاصية مفعالة أو الميزة مفعالة إذن كل هذه الميزات مهمة كما تشاهد معي لكن تبقى أهم ميزة هي هذه الميزة الثالثة Proximity Detection Mode التي نستخدمها قبل وضع الجهاز في الجيب هنا أيضا تجد عندنا مجموعة من الإعدادات ليست بالمهمة المهم فيها فقط هو إعدادات التطبيق Settings هنا يمكنك الذهاب إليها من هذه الأيقونة كما يمكنك أيضا الذهاب إليها من هنا تختار Settings ثم تجد عندنا هنا مجموعة من الإعدادات مثلا Grace Time Before Alarm من هنا يمكنك أن تتحكم في الوقت الذي يأخذه الجهاز قبل أن يبدأ في إصدار رانين يعني بعد أن يخرجه الشخص أو اللث من جيبك بسفر ثانية أو بخمس ثواني أو بعشر ثواني تحدد له الوقت بطبعة الحال ينبغي أن تتركها في سفر ثانية حتى يبدأ في إصدار التنبيه بمجرد أن يسحبه اللث من جيبك لقدر الله ثم عندنا Change Larm Tone من هنا يمكنك أن تختار أي صوت هذا هو الصوت الذي نستخدمه فعل أنجين يمكنك أن تختار هذا الفيديو كما تشاهد معي كلها خيالات ملعبة وأصوات خطيرة جدا إذن عندنا أيضا change pin and pattern password من هنا يمكنك أن تغير البين الذي تستخدمه في إسكات التنبيه وأيضا pattern أو النمط في حال كنت تستخدم النمط بدل البين عندنا change motion sensitivity هنا يمكنك أن تتحكم في حساسية الجهاز من الحركة أنصحك بتركه في الهي حتى يكون حساس جدا وليستطيع أي شخص صريقتك وفي الآخر هنا باقي الإعدادات هي فقط خاصة بالتطبيق ومطوري التطبيق لن نستخدم نحن كمستخدمين إذن هذا هو واحد من التطبيقات الأساسية التي ينبغي أن تكون على هاتف أي شخص أنصحك بتتبيتي الآن فأنا شخصيا تعرضت للسرقة هاتف الأس 5 الذي كنت أستخدمه في شرحات سابقة الذي تعرفونه قد سرق مني وكان أحد الأسباب التي دفعتني إلى شراء الأس 7 Edge هذا الذي أستخدمه الآن وحتى أحمي نفسي مرة أخرى من السرقة وأيضا أساعد في حمايتكم بحثت عن طريقة لحماية الجهاز ولم أجد أفضل من هذا التطبيق صراحة تطبيق رائع جدا وأنصح أي شخص بهذا التطبيق أنا شخصيا لم أعود قادرا على الاستغناء عليه وأعجب حتى أصدقائي يوم أمس قبل تقديمه لكم أعرضت على بعض الأصدقائنا لأعجبهم بشكل كبير جدا إذن بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لا تنسى لايك مشاركة ثم اشتراك ليسلك جديد مشروح كما لا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com slash مشروح وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته